أستاذنا كمولانا نروح للتقرير بتاع أسئلة المواطنين وأشكرك على التفضل علينا الحقيقة بلافة النظر جدا لهذه المسألة وكلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كتاب المسلمين وهو بيقول لنا وبيعلمنا وبيفاهمنا أن دي بيوت ربنا يذكر فيها اسم الله كثيرا تعالوا نشوف التقرير الحكم يا فنم بتاع النهي عن المنكر يا فنم هل أنا مفترض دينيا يا فنم اللي أنا أغيره بإيدي لو قدرت ولا يا فنم أكتفي لو أنا مش قادر بتغيير بس يا فنم بقلبي وبرساني وبرنصيحة مش أكتر لو حد سألني على حاجة تخصني أو تخص حد تاني وأنا ما قلت لهش قلت له أنا مش عارفة من ناحية الخصوصية هل ده يعتبر كذبه ولا لا ما حكم الدين عن الخصام وكده الناس اللي يعجوا تخاصم بعضها وكده أنا عارف ناس كتير قرايبة مخصمين بعضه كل ما نيجن صالحهم ميرضوش معنهم مسلمين يعني وكده ودي كرسة في الإسلام يعني يعني انتنين بقوا متخصمين وكده يعني لو إحنا إخوات ولينا الأخ الأكبر أو الأصغر أو الأوسط بيبليل أفضلية عند بابانا يعني وبعد كده هو المتحكم الوحيد في المال كله واخده ليه هو بيصرف منه وبيجيب منه ويشتري منه وبيخلي وبيتمتع منه وبيضيف لشغله منه طيب الإخوات الباقية كانوا ثلاثة أو أربعة بل همش حق إنهم يطلبوا إنهم يباليهم الأفضلية زي أخونا كده ولا نسكت وخلاص وده حلال ده ولا حرام وحكم الدين في حاجة زي كده إي يعني الموضوع ده عادي ولا برضو فيه حرمانية وإي حكم الدين مثلا لو أنا مثلا عندي صاحب مثلا أتدي له سر ويروح يفضحه أو يتكلم عليه في ظهري أو كلام ده إي حكم الدين فنوصا نديت فلوس لوسط وهي لما كده أطلبها منها تاني قالت إن أنا مليش حاجة عندها وكده طيب إنه دقتين هزارك يا جماعة طيب في دقيقة هاخد أول سؤال قاله مواطن فاضل فبيكلم على من رأى منكرا فليغيره فهو ملتبس عليه مسألة تغيير المنكر ودي حاجة مهمة لأنه تبقى زريعة لاستخدام أحيانا العنف بسم الله الرحمن الرحيم البواعس الكبرى لجماعات العنف السلوكي سواء السلفية أو الإخوان أو الدواعش أو الشيعة إلى آخره التكفير وتغيير المنكر باليد العلماء لما قم لقول الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ يَمْرُونَ بِالْمَارُوفِ وَإِنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَدِيثِ مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِي فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِي ماذا قال الفقهاء قالوا تغيير المنكر على سلاسة أنواع باليد قالوا للحاكم ومن يفوضه اللي هو الجيش والشرطة المدنية فقط مؤسسات لا باليد بلسانه قال للعلماء الراسخين غير الحاكم ومؤسساته وغير العلماء يبقى بالقلب هنا بقى يعني إيه بالقلب يعني حضرتك أنت وجدت إنسانا في حالة معصية ولا تستطيع أنك عفوا يعني لست عالما حتى أنك تسرد له النصوص الشرعية ولست لا في الجيش ولا الشرطة أو لم تكلف من الحاكم يبقى أنت يعني بخلبك لسانا تنع ربنا يقدي نعم وبتقولي بقى اللهم منه هذا منكر لا يرضيك اللهم منه هذا منكر لا يرضيك فإذا وأنا بقول في تجديد الخطاب الديني لابد وده مشروع عندي كبير وطبعا الأظهر هو أهم وأولى أن من معالجات ومداوات العنف السلوكي معالجة التكفير ومعالجة شبهة تغيير المنكر باليد لا يوجد تغيير المنكر باليد إلا للحاكم ومؤسساته المعنية وقلت الجيش الباسل طبعا ده معني بالحدود الخارجية والشرطة المدنية الجابهة الداخلية وما عدا ذلك لا يجوز لأحد الناس ولا لعوام الناس تغيير المنكر أيا كان باليد قولا واحدا طيب آخر حاجة هنختف سؤال كده قبل ما نختم الحلقة برضو يعني بنت من بناتنا بتسأل أنا لو تسألت على حاجة تخص آخرين وأنا من باب حفظ الخصوصية والسر رديت وقلت معرفش أحسنت هات كده أنا كذابة لا 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 أحسنت لأن المجالس أمانات والعلماء قالوا يتحمل الضرر الأخف اتقاء للضرر الأشد هي ليست بكاذبة بل إنها احتاطت حتى لا تغر الصدور أو لا تسبب الضرر والقاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح تأزلي في نصف دقيقة وإذا كنا بنكرر ونؤكد المواساة والعزاء لإخوتنا المسيحيين وللشعب المصري أيضا بدون مدهنة من باب الحق نشكر السيد الرئيس عفتاح السيسي أن كلف الإدارة الهندسية الخوات المسلحة بتعمير كنيسة أبي سيفين نقول له وصلت بني الوطن وصلك الله تعمير أماكن العبادة للديانات الأخرى غير الإسلام زي المسيحية واليهودية نعم واجب؟ في وثيقة نجران لو هم مقر المتسلفة والإخوان والشيعة والدواعش لسن النبع السلام وأشهد عليها أبا سفيان وغيره الوثيقة كبيرة بس الوقت مش هيسعني لكن أجيب الشاهد قال وإذا احتاجت كنيسة أو بيع أو صومع إلى مرمت في وثيقة نجران فعلى المسلمين أن يرمموها على نفقة بيت مال المسلمين الله 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 طيب ما احنا بقى نوع أن نطلع على الوثيقة دي الحلقة عند؟ عند؟ قاعدة؟ قاعدة؟ كامل؟ لا أنا نشرها في كتابي بس كامل أهل الكتاب في التشريع الإسلامي ده طبعا ثلاث مرات نقلنا منها ما هو متعلق بهذه الأمور وما يتطفق مع هذا العصر وإنت يعني العالمة مولانا وتعلمنا ربنا يبارك ربنا يخليك لنا ألف 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 شك لك مولانا نورت وشرفت جزاك الله كله وخد بالك مولانا النهاردة قال لنا حكتين مهمين جدا بخلاف الإجابة على الأسئلة واحد المسجد كالكنيسة هو بيت من بيوت الله يذكر فيه اسم الله كثيرا وده كلم ربنا سبحانه وتعالى ده هنا مولانا دكتور أحمد كريمة يصرح ويقول اتنين مولانا أحمد كريمة قال لنا على وثيقة نجران والمتعلقة بإنه لو حصل أي تخريب أو 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 في أي من بيوت الله يطلع كنيسة يطلع معبد إذن على المسلمين أنه هم يقوموا بترميمه وعلى نفقة بيت مال المسلمين تصريحين يزبطوا الدنيا وينضفوا الدماغ وينوّروا القلب ترجمة نانسي قنقر